اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على كافة الأنبياء والمرسلين وأنصارهم إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وقال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وقال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم والسؤال الذي يطرح نفسه فمن هم الذين آمنوا ومن هم الذين هادوا ومن هم الصابئون ومن هم النصارى ومن هم المجوس ومن هم الذين أشركوا وإلى التفصيل من محكم التنزيل أولا الذين آمنوا أولئك ليسوا من الصابئين كونهم لم يكونوا يعبدون من قبل أن يعبدوا ربهم شيئا وأكرر وأقول وهم الذين لم يكونوا يعبدون من قبل ربهم شيئا كونهم اتبعوا ملة آباءهم وكان آباءهم قوما مؤمنين صديقا لقول الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق الله العظيم ثانيا الذين هادوهم طائفة اليهود ثالثا الصابئون ومن الذين كانوا يعبدون الأصنام أو غيرها ملة آباءهم الباطلة حتى إذا جاءهم الحق من ربهم فصبعوا عن عبادة ما كان يعبد آباءهم من الباطل فمن ثم اتبعوا الحق من ربهم وأطلق عليهم أقوامهم الصابين عن عبادة آلهتهم رابعا وأما النصارى فهم أنصار المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام خامسا وأما المجوس فهم عبادة النار ومن صبع عن عبادة النار وعبد الله الواحد القخار صار من الذين آمنوا بالله وحده سادسا الذين أشركوا هم الذين اتبعوا ملة آباءهم الباطلة وقالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب في نظرهم وكذلك مشرك النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة فجميعهم مشركون بالله سواء عبادة الأصنام عم عبادة الأنبياء والأولياء وأما الصابعون فهم الذين رجعوا عن شركهم بشكل عام وعبدوا ربهم وحده لا شريك له بل الذين على الحق منهم أجمعون هم الذين آمنوا بربهم وحده لا شريك له وعملوا عملا صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون تصديقا لقول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابعين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم ويا رجل فهل تريد أن تحرف الكلام عن مواضعه وسبق وأن طلبنا منك إن كان لديك علم هو أهدى من سلطان علم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني فاتبعه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم ولقد سبقت فتوانا بالحق عن الصابعين إنهم الذين كانوا على ملة الباطل التي وجدوا عليها آبائهم حتى إذا جاءهم الحق من ربهم صبعوا عما كان يعبد آبائهم واتبعوا الحق من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وعلى كل حال يا أيها السائل هل جئتنا باحثا عن الحق؟ أم تريد أن تصد عن الحق؟ وربك أعلم بما في نفسك فصبر جميل والله المستعان على ما تصف به الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وأقسم بربي وربك الله رب العالمين لو يخيرني ربي في هدى عبد من عباده إلى الحق لإنقاذه من النار أو يأتيني ملكوت الدنيا والآخرة لأخترت هدى ذلك العبد سواء يكون من السند أو من الهند أو من الصين وهل تعلم لماذا؟ ولذلك لأنني أعبد رضوان نفس ربي والله لا يرضى لعباده الكفر وأن تشكروا يرضى لكم فلكم ظلمت الإمام المهدي سامحك الله والله المستعان على ما تصفون وإن كنت لا تزال عنيدا فلدينا مزيد بإذن الله العزيز الحميد والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خليفة الله وعبده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر